قبل شهرين تقريباً وتحديداً في التسعة نوفمبر من السنة التي ودعناها وبينما كانت دول عديدة منشغلة بتأمين ملايين الجروعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المغرب أعلن عن إطلاق حملة تلقيح مكثفة للوقاية من كورونا بناء على تعليمات ملكية سامية كما ذكر بيان للقصر الملكية الذي أكد على أنه تم إثبات سلامة وفعالية ومنعة اللقاح الذي سيتم استخدامه مستنداً في ذلك إلى نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز وأفاد البيان أن الحملة ستنطلق في الأسابيع المقبلة دون تحديد موعد محدد ورغم أن المغرب تمكن من احتلال مرتبة متقدمة في التزود بالقاح ضد كوفيد 19 إلا أنه لم تنطلق هذه الحملة المعلنة بعد الأمر الذي يتير وأثار تساؤلات بهذا الشأن لماذا تأخر التلقيح؟ السؤال الذي أجاب عنه البروفيسور عز الدين الإبراهيمي مدير مختبر البيوتكنولوجي الطبية بكلية الطب بالرباط عبر تدوينته بحساب على الفيسبوك بقوله إنه من حقنا أن نسأل أين اللقاح ولماذا تأخر التلقيح سؤال مع كثير من الشائعات وكأن تأمين شراء ملايين الجروعات يعني مباشرة التوصل بها والشروع في التلقيح البروفيسور ثمن نجاح المغرف تأمين هذه الصفقة التجارية منذ مدة ووضع خطط لتلقيح الجماعية ولكن تلك الإجراءات السيادية الوطنية تبقى مشروطة بالوضعية العالمية لتصنيع اللقاحات والمضاربة التجارية حولها ولتفسير ذلك يورد البروفيسور المعطيات التالية أولا أن القدرة التصنيعية للعالم محدودة ورغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي لن تتمكن الشركات من صنع عشر ملايين جرعة مطلوبة للوصول إلى المناعة الجماعية مما سيزيد من ندرة الجرعات كون الدول المطورة لللقاحات اشترتها جميعها كمثال على ذلك أمريكا وأوروبا اشترت كل منهما ثمانمائة مليون جرعة ثانيا كل اللقاحات والمواد الأولية للأدوية وتصنيعها تسيطر عليها دولة الهند والصين ويجب أن نقبل يقول البروفيسور أنه لن تمكن من أي تلقيح قبل أن تقوم به هذه الدول فلن تسمح هذه الدول أن نسبقها لذلك هي المطورة أو المصنعة لهذه اللقاحات ثالثا كل الدول الغير المصنعة والمطورة لللقاحات تمكنت من شرائها من خلال مضاربة تجارية كبيرة فهناك دول اشترت اللقاحات ثلاث إلى خمس مرات ثمنها منذ شهر يونيو السنة الفارقة وكذلك جشع بعضها فكندا مثلا اشترت خمس مرات ما تحتاجه من جرعات رابعا أثبت الحليف التقليدي للمغرب والذي نعتمد عليه كثيرا خلال الأزمات فرنسا عن عجز عجيب خلال هذه الأزمة بطرح استراتيجيات خاطئة وبعدم تطوير أي لقاح قبل شهر يونيو 2020 مما جعلنا نلجأ يقول البروفيسور لبلدان تؤمن بالمقاربات الجوف سياسية والقدرة المالية أكثر من أي تعاون ثنائي خامسا اضعاف منظمة الصحة العالمية بعد استراعات الدول الممولة لها أثر وسيؤثر كثيرا على تمكن الدول الغير المطورة والمصنعة للولوج للقاحات رغم مبادرة كوفاكس وهي مبادرة للعمل من أجل إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف وفي ظل هذه المعطيات ولمواجهة هذه التحديات خلال هذه المرحلة الحرجة من الماركة من الحرب التي نخوضها على الجائحة يدعو البروفيسور دائما إلى أولا الثقة بمدبر الشأن العموبي والثقة بالخطط الاستباقية والتشاركية المغربية التي ستثبت فعاليتها كما أثبتت فعاليتها سابقا والاستمرار في التدابير الاحترازية والالتزام الجماعي ثانيا البروفيسور يؤكد على أن للمغرب فرصة مهمة مع كثير من الكفاءات المحلية والمهجرة من أجل تطوير مغرب باستقلالية علمية تمكنه من القدرة التصنيعية وتطوير اللقاحات